يمكن تستغرب برشا وقت اللي تعرف أنه أول جامعة في العالم كانت في تونس يمكن تزيد تستغرب أكثر وقت اللي تعرف أنه ثاني أقدم جامعة في العالم أستها مرات تونسية في المغرب تونس هي البلاد اللي خرجت منها أول رحلة استكشافية للعالم وسط حتها البريطانيا وسط حتها الأفريقية تونس هي البلاد اللي فيها شكون أسس وحتى القوانين متاع الزراعة اللي هو ماجون وعمل الاثناش المخطوطة خذوها الرومان تونس أسد زادة علم الاجتماع اللي تتبني عليها الحضارة أسوى عبد الرحمن من الخلدون تونس فيها أقدم حضارة في العالم 7100 سنة قبل الميلاد واللي هي الحضارة القبسية القاهرة واحدة من أزين المدن تأسد من تونس في أحد دولة الفاطيمية بغداد زادة كيف كيف تأسد من تونس أول طبيبة في العالم العربي تونسي أول دولة في العالم تلغي العبودية بقانون مكتوب هي تونس حتى الأمريكان الوقت اللي يسألونا قلونا يا خيباه يا ذي الغال عبودية كنا لهم فازي قدموا ما تخافوش نوكحنا في الحقيقة في المدة هذه رانا قاعدين الرطحوا شوي مية ميتين سنة رانا قاعدين الرجعوا في نفس رانا كنا هزين كوكب كامل على ظهوراتنا ندزوا في بشارية كاملة بشتقد ميشارش خلي الناس الأخرى تخدم شوية وتتعب شوية ويعملوا اللي عملناه كان كل دولة في العالم تزرك كوب دي موند متاع الكورة تخو نجمة في المريول متاعه البرازيل خمسة نجوم خطر هزته خمسة مرات ألمانيا أربعة نجوم خطر هزته أربعة مرات كان الدولة متاع العالم كل دولة حكمة العالم من مقر متاعه تخو نجمة نحن كتوانسة ناخد ثلاثة نجوم نحن حكمنا العالم والبحر الأبض المتوسط ثلاثة مرات في تاريخنا وثلاثة مرات مختلفة نتصور وقت اللي تعملوا انتم زاد النجمة تجموا تحكيوا على الوضع في بلادنا وعلى أمورنا خطر هزته نتوأرنا قاعدين نعملوا في بوز وقاعدين نرتحوا وإن شاء الله في المدة الجاية الشعب التونسي ياخد قرارات صحيحة ونعلقوا النجمة الرابعة ونصيد حاجة تذكرت هتاوكي طلعت للدار أنه أول دستور في العالم كان في تونس دستور متاع كارتاج وأول دستور في العالم العربي عام 1861 كان في تونس شكرا لصبركم علي كل هذه السنوات